تبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في تقويمي ودعمي وتوليفي تعلماتي الوحدة الأولى نمر إلى التمرين الأول ولاحظوا ثم أحدد منزلة الرقم الأخضر إذاً قد نلاحظوا هذه الأعداد ثم قد نحددوا منزلة الرقم الأخضر بمعنى رتبة الرقم الأخضر يعني الرقم الأخضر واشكي مثل الوحدات أو العشرات أو المئات أو لا وحدات الألاف إذاً قد نخدم المثال الأول ثم الأمثلة اللي بقيت ستوقفوا الفيديو ثم ستفكروا مزيان وتجاوبوا بعد ذلك أرجعوا تأكدوا من الجواب إذاً العداد قد نقرأها أولاً خمسة ألاف وستمائة وواحد وثلاثون خمسة ألاف وستمائة وواحد وثلاثون فالوحدات كانت بدأوا من اليمين إحنا قادين إذن الوحدات العشرات المئات الألاف فبالتالي الرقم الأخضر اللي هو ثلاثة يمثل رقم العشرات إذن رقم العشرات في العدد الثاني ستوقفوا الفيديو الوحدات الوحدات العشرات المئات ثم وحدات الآلاف إذن الرقم الأخضر يمثل وحدات الآلاف ألاف كذلك الرقم الأخضر في هذا العدد إذن عندنا الوحدات إذن رقم الوحدات ثم في هذا العدد إذن نبدأ الوحدات العشرات رقم العشرات السؤال الموالي عدد العشرات في الأعداد قد نحدده عدد العشرات في هذه الأعداد نبدأ بالعدد الأول قلنا خمسة ألف وستمائة ووحد وثلاث فعدد العشرات ما شي هو رقم العشرات إذن هذا العدد هذا شحال فيه من عشرة يعني إذا قسمناه على عشرة قد نحصله على شحال فمن اللي كان نبغي نحدده عدد العشرات فكنجيو وكنحيده واحد الرقم هلاش كنحيده وغي واحد الرقم لأن عشرة فيها صفر واحد فهذا الصفر هذا اللي في عشرة كنحيده رقم ديال هذك الصفر ديال عشرة بمعنى آخر إذا قسمناه خمسة ألاف وستمائة وواحد وثلاثون إذا قسمناها على عشرة يعني إشحال فيها من عشرة سنحصل على خمسمائة وثلاثة وستون وغادي يبقلنا واحد خمسمائة وثلاثة وستون في عشرة يا خمسة ألاف وستمائة وثلاثون زائد واحد خمسة ألاف وستمائة وواحد وثلاثون فبالتالي أسهل طريقة عدد العشرات كنحيده وحد الرقم إذن غادي نحيده وحد فهي تبقلنا خمسمائة وثلاثة وستون خمسمائة وثلاثة وستون ونكتبه خمسمائة وثلاثة وستون عدد العشرة في هذا العدد غادي نحيده كذلك وحد الرقم إذن سنحصل على مدى على ستمائة وسبعة وثمانون بنفس الطريقة فيتحدده عدد العشرات في العددين إذن شنو نديره غادي نحيده تسعة تبقلنا أربعمائة وعشرون ثم عدد العشرات في خمسة وستون كذلك غادي نحيده هذا الرقم هذا جل وحدات تبقلنا ستة فخمسة وستون تحل فيها من عشرة فيها ستة ديال العشرات وخمسة وخمسة ديال الوحدات خمسة ديال الوحدات ما وصلش عشرة إذن يلا فيها ستة ديال العشرات ستة في عشرة زائد خمسة يعني ستة عشرات وخمسة فبالتالي ستة عشرات ثانيا أكتبوا الأعداد المطلوبة باستعمال الأرقام التي تحملها زينب زينب تحمل هذه البالونات كل بالونات مكتوب عليها رقم اتناني ثلاثة خمسة سبعة اكبر عدد من اربعة ارقام اربعة ارقام اذا الرقم الاول تاني تالت الرابع اكبر عدد كيفاش غدين حددو اكبر عدد باستعمال هذه الارقام ستوقفوا الفيديو فكروا شوية بعد ذلك ارجعوا شوفوا الجواب وقارنوا مع الاجوبة ديلكم اذا اكبر عدد من اربعة ارقام اربعة ارقام عندنا الوحدات العشرات المئات ثم وحدات الالاف اذا غدين نبدا بوحدات الالاف هو الاكبر غدين حطو فيه اكبر رقم ليه هو سبعة بعد هون المئات خمسة دروا فيه خمسة ثم العشرات غدين حطو فيه تلاتة والوحدات اتناني حل اخدينا هاد الارقام هادو وارتبناهم من الاكبار الى الاصغار وبدنا من وحدة الالاف ليه هو اللي كبير وحدة الالاف ثم المئات ثم العشرات ثم الوحدات اصغر عدد من اربعة ارقام دائما بنفس الطريقة هاي في المرة اللي حددنا اكبر عدد هاد المرة هاي نحدده اصغر عدد فهذا الارقام رتبناهم من الاكبار الى الاصغر لابا قد نجيل العكس اذا هاي توقفوا الفيديو بعد ذلك فكروا مزيان اكتبوا اصغر عدد من اربعة ارقام باستعمال هذه الارقام اذا قلنا قد نرتبهم من الاصغر الى الاكبر اصغر عدد قد نحطه في وحدة الالاف اتناني بعده ثلاثة ثم خمسة سبعة اذا اصغر عدد هو الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون اما اكبر عدد فهو سبعة الاف وخمسمائة واثنان وثلاثة عددا محصورا بين سبعمائة وسبعمائة وخمسون اذا هذا العدد قد يكون اكبر من سبعمائة واصغر من سبعمائة وخمسون يعني اكبر من سبعمائة اكبر من سبعمائة دائما في المئات تكون عنده سبعة ثم قد نستعملو اتناني خمسة وثلاثة ندير مثلا سبعمائة وخمسة وعشرون فهذا العدد اكبر من سبعمائة ولكن اصغر من سبعمائة وخمسون اذا فهو محصور ما بين سبعمائة وسبعمائة وخمسون كذلك ممكن نكتبو سبعمائة وخمسة وثلاثون كذلك هذا العدد اكبر من سبعمائة واصغر من سبعمائة وخمسون ايضا سبعمائة وثلاثة وعشرون او سبعمائة واثنان وثلاثون كذلك هاد الاعداد كلها فهي اكبر من سبعمائة واصغر من سبعمائة وخمسون نحن قد نكتبه سبعمائتين وخمسة وثلاثون ممكن نكتبه هاد الاعداد الاخرى لإجزرسيس تغوا جيفكتو لز اوبراسيون سويفون اضعو وانجيزو العمليات التالية جو بوز ايجي فكتو لز اوبراسيون سويفون اضعو نجزو هاد العمليات نبدأو بالعملية الاولى واربعمائة واثنان وخمسون في تمانية اتوقفوا الفيديو الواحد غدي يخدم بوحده العملية ثم ارجعو شوفوا الجوال اضعو 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 اتناني ستة عشر اكتبو ستة احتفظو بواحد تمانية في خمسة اربعون والواحد واحد واربعون اكتبوا واحد واحتفظو باربع تمانية في اربع اتنان وثلاثون زائد اربعة ستة وثلاثون اذا الجداء هو تلاتة الاف وستمائة وستة عشر ثم عملية الطرح نبدأ بتمانية الاف وسبعمائة واربعة وستون ناقص الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات ووحدات الالف تحت وحدات الالف كذلك توقفوا الفيديو وتفكروا مزيان وتخدموا العملية عد رجعوا شوفوا الحل اذا اربعة ناقص سبعة لا يمكن اشنا نديرو ستلفوا عشر وارد السلاث أربعة عشر ناقص سبعة سبعة ستة ناقص ستة صفر لماذا ستة ناقص ستة لأننا سلفنا عشر وردنا السلاث سبعة ناقص أربعة تلاتة وتمانية ناقص خمسة كذلك ثلاثة يعني خمسة زائد ثلاثة تلاتة فإما كنديرو تمانية ناقص خمسة يساوي تلاتة او لخمسة سنضيف لها ثلاثة. ثم عملية الجمع سبعة ألاف وستمائة وأربعة وخمسون زائد الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات ووحدات الألاف تحت وحدات الألاف. كذلك وقفوا الفيديو وتخدموا العملية عاد باش رجعوا شوفوا الحل. إذن أربعة زائد سبعة إحدى عشر. كتبوا واحد واحتفظوا بواحد. ستة زائد ستة اثنى عشر. كتبوا اثنان واحتفظوا بواحد. ستة زائد أربعة عشر والواحد إحدى عشر. كتبوا واحد واحتفظوا بواحد. سبعة تمانية زائد خمسة ثلاثة عشر. المجموع هو ثلاثة عشر ألفا ومئة وواحد وعشرون. التمرين الرابع أنجزوا العملية التالية كذلك سنجزوا هذه العملية إذن سنضعوا أن نجزوا 129 في 8 8 في 9 72 كتبوا 2 احتفظوا ب7 8 في 2 16 16 زائد 7 يساوي 23 كتبوا 3 واحتفظوا ب2 8 في 1 8 والإتنان عشر إذن الجداء هو 1000 وإتنان وثلاث ثم العملية التانية عملية الطرح إذن ستوقفوا الفيديو كذلك وخدموا العملية بعد ذلك أرجعوا وشوفوا الجواب إذن صفر ناقص 9 لا يمكن استلفوا 10 وارد السلة 10 ناقص 9 واحد وصفر ناقص عشر لا يمكن استلفوا 10 وارد السلة 10 ناقص عشر صفر وإتنان ناقص واحد 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 ناقص لا شيء واحد إذن الفرق هو 1101 ثم ألف وخمسمائتين وتسعة زائد سبعة وثمانون إذن تسعة زائد سبعة ستة عشر اكتبه ستة واحد احتفظ بواحد تمانية تسعة خمسة وواحد إذن المجموع هو 1526 نمر إلى التمرين الخامس أنشئ مستطيلا A B C D علما أن A B خمسة سنتيمتر وطول دلعات دلعة سنتيمتر فالمستطيل كما سبق ورأينا عنده الطول والعرض إذن سنرسم الطول ديال 5 سنتيمتر نأخذ المستطيل ورسم المسافة 5 سنتيمتر إذن من صفحة الخمسة 5 سنتيمتر كما أن الزوايا ديال المستطيل كلها قائمة إذن هذه النقطة A وهذه النقطة B بعد ذلك هذين نشأوا الزاوية القائمة الزاوية القائمة التي رأسها A هذه الزاوية التي رأسها A إذن هذه زاوية قائمة لأن الزوايا ديال المستطيل كما قلت كلها قائمة فأدي قلنا A 5 سنتيمتر وأدي 3 سنتيمتر إذن هذين نشأوا 3 سنتيمتر فكل لحظه رجينا 3 سنتيمتر نزل شوية إذن 3 سنتيمتر هذه المسافة 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر بعد ذلك رجينا أخذ مرة أخرى المزوات باش نحدد الزاوية القائمة الزاوية B التي رأسها B نحدد الزاوية القائمة ثم ناخد المستر لنمدد هذا الضلع باش نطول الضلع إذن 3 سنتيمتر كذلك لأن قلنا بأن المستطيل عنده طول وعنده العرض إذن طول دياله قلنا خمسة سنتيمتر والعرض تلاتة سنتيمتر إذن هنا عندنا هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة و هاد المسافة كتساوي ديس إذن للمستطيل ضلعان متقابلا ومتقيسا فكل كل ضلعان فيه متقابلا فهما متقيسا إذن A B C D مستطيل طوله خمسة سنتيمتر وعرضه تلاتة سنتيمتر لإجزرسيس 6 جو كونستغوي 1 كاري دون لا مزور د 100 كت 4 سنتيمتر أرسمو مربعان بحيث ضلعه يساوي 4 سنتيمتر إذن أولا غادي نشأو ضلع ديال المربع يساوي 4 سنتيمتر فكأن عرفوا بأن المربع أضلعه كلها متقايسة وزواياه قائمة إذن الضلع الأول 4 سنتيمتر هذي ناخدو المزوات باش ننسقو الزاوية القائمة الأولى هذي ننشأو الزاوية هذي قائمة لأن الزوايا ديال المربع كلها قائمة ثم باستعمال المسترة سنقوم بتمديد هذا الضلع 4 سنتيمتر أيضا هذي نحصلو على الضلع هذي يكون خارج على هذا الإطار 4 سنتيمتر هذي الزاوية القائمة كذلك زاوية قائمة أخرى نقلنا بأن المربع زواياه كلها قائمة نحدد التعامد كذلك هذي ناخد المسترة ونمدد هذا 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر ثم ندير الزاوية القائمة العلمة دي الزاوية القائمة بعد ذلك ننشأ الضلع الرابع فكذلك هذي الزاوية فهي قائمة لأننا قلنا بأن الزاوية دي المربع قائمة إذن حصلنا على مربع طول ضلعه 4 سنتيمتر ترجمة نانسي قنقر